رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة قدم تقريره للسنة المالية 2015-2016 إلى حاكم البحرين حمد الخليفة قبل أسبوع التقرير خلى من أي ذكر لتخصيصات عائلة آل خليفة الحاكمة وموارد صرفها وخاصة تخصيصات رئاسة الوزراء أو تخصيصات المؤسسات الرياضية والاقتصادية التي يشرف عليها الصبي الفلت ناصر نجل حاكم البحرين لكنه وفي بعض فقراته ظهر وكأنه يحوم حول المصرع وبعض الفقرات التي وردت في التقرير تعطي انطباعا عن فساد عائلة آل خليفة الحاكمة ومنها تلك المتعلقة بما يسمى بدفان البحار إذ أوضحت تقريره أن كمية الرمال البحرية المستخرجة والمستغلة في عمليات الدفان دون مقابل قدرت ب259 مليون متر مكعب خلال الفترة من 2002 إلى 2010 وهي الفترة التي استولى بها ولي العهد الخليفي سلمان على سواحل البحار وحولها إلى مشاريع استثمارية ضخمة حتى بات يطلق عليه البحرانيون تندرا لقب سلمان بحر وأما وزارة الداخلية فأوضح التقرير تجاوزها لميزانيتها المعتمدة وهي 370 مليون دينار بمقدار 21 مليون دينار وهي الأرقام التي تعكس حجم الإنفاق الخليفي على أجهزة القمع وعلى الفساد الذي ينخر فيها تحت قيادة وزير الداخلية راشد الخليفة وزارة العدل الخليفية هي الأخرى كشف التقرير عن عدم تحويلها فائض حساب الأمانات والبالغ حوالي 7 ملايين دينار إلى وزارة المالية لا يمكنني أن ينكر أبدا الإنجازات التي تحققت فيما نخر الفساد وهيكل ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي حصل رئيسها على مكافأة التقاعد والمعاشي التقاعدي بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة يأتهاب التقرير في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البحرين خاصة ومعظم دول الخليج بشكل عام إثر انخفاض أسعار النفط إذ لا يبدو برغم كل هذه الأوضاع أن العائلة الخليفية في صدد ترشيد نفقاتها أو تخفيض إنفاقها على أجهزة القمع والمؤسسات التي تحاول تلميع صورة النظام فهذا النظام المتسلط الذي ينهب خيرات البلاد يجبر البحرانيين على دفع ثمن فساده عبر إجراءات التقشف التي فرضها عليهم وأما فساد العائلة الحاكمة واستثماراتها في الداخل والخارج فهي في توسع مستمر وكان آخرها صفقة شراء رئيس الوزراء خليفة الخليفة لمعظم أسهم سلسلة فنادق كمبنسك الشهيرة فساد وسوء إدارة ودكتاتورية تعزز من قناعة البحرانيين في أن لا سبيل لإنقاذ بلادهم إلا بإسقاط حكم هذه العائلة الفاسدة يسطر حمد